قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل إنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفرة في إسرائيل ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفرة في المنامة وأضاف عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحفي أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي قبل الدعوة لزيارة البحرين لافتاً إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل من جانبه أكد أشكنازي أن إسرائيل ستستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين